يفتتح الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم مؤتمره الخامس والعشرين تحت شعار متمسكون باستقلالية قرارنا في مدينة صفاقص جنوب شرقي البلاد ومن المقرر أن تجرى خلال هذا المؤتمر الانتخابات لاختيار القيادة الجديدة للاتحاد في وقت تمر تونس بظروف سياسية استثنائية من صفاقص ينضم إلينا مراسلنا السيف الدين العامري أهمية هذا الاجتماع وهذه الانتخابات في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر أصلا بها تونس نعم صحيح أغلقت الأبواب إذن ليبقى المؤتمرون فقط داخل قاعة المؤتمر لتداول اللوائح المهنية والأدبية والمالية للاتحاد العام التونسي لشغل في انتظار نتائج الصندوق إما السبت صباحا يعني فجرا أو أثناء يوم السبت نحن الآن أمام فرع صفاقص للاتحاد العام التونسي للشغل هذا الفرع الشهير طبعا الذي خرجت فيه مظاهرات في الثالث عشر من يناير 2011 كانت مفصلية في خروج المتظاهرين في العاصمة تونس في الرابع عشر من يناير وانهاء حقبة زين العابدين بن علي طبعا إجابة على سؤالا هذا الظرف السياسي والاقتصادي والمالي خاصة الحساس الذي تمر به تونس يعقد الاتحاد مؤتمره الخامس والعشرين هذا المؤتمر الذي سيفرز قيادة ستكون مسؤولة على جبهتين الجبهة الأولى اقتصادية واجتماعية في التفاوض مع حكومة نجلاء بودن حكومة الظرف الاستثناء طبعا بقرار من رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو ستكون القيادة حذرة حذرة جدا لأن الوضع المالي يعلمه الجميع في تونس وضع حساس بل إنه في أزمة عميقة الجبهة الثانية التي على هذه القيادة الجديدة أو تجديد العهدة للقيادة الحالية هي الجبهة السياسية هناك واجب المرافقة السياسية لأقوى قوة تقريبا نقابية واجتماعية في تونس اتحاد الشغل أن ترافق التحولات السياسية المنتظرة في تونس نعلم أن هذه السنة سنة انتخابية بامتياز هناك استفتاع للدستور في يوليو في انتخابات تشريعية في ديسمبر القادم الاتحاد ينظر إلى هذه الانتخابات بأهمية كبرى وهنا تكمن هذا المؤتمر الأخير الخامس والعشرين للاتحاد العام تونسي لشغل بجهة صفاقس من صفاقس مراسلنا سيف الدين العامري